سلام عليكم وهلوهلو مساء الحلويات والجمال والسعادة على أحلى أميرات في الدنيا وحشتوني قوي قوي رب تكونوا بخير النهاردة وكل أيامكم فرحة وسعادة وقدعنا رمضان بكل جمال وكل حلوتي يارب يعودوا علينا تاني وأحنا في أفضل حال يا رب واللهم أمين بنستقبل خلاص بقى أيام العيد الجميلة كل سنة وانتوا طيبين أيامكم يارب كلها أعياد وفرح كده وكلها كل حاجة حلوة تسعد أولوكم لأنكم بجدد تستهلوا كل حاجة حلوة زيكم نارده احنا مع بعض فيديو جديد أجواء بقى العيد سيدات عربية مختلفة وهنبدأ مع السيدة الفلسطينية اللي دعواتنا ليهم يا رب يكونوا في أفضل حال ويهل عليهم أيام العيد بوضع يكون أفضل من الأيام اللي فاتت يا رب دعواتنا اليوم يا رب يستجيب اللهم أمين يا رب نارده تعالوا انتابع مع بعض أفكار مختلفة من ديكورات من تقدمات ومن تجهزات كتيرة جدا جدا لكذا سيدة يا رب الفيديو النهاردة يعجبكم هاستنى لايكاتكم وتعليقاتكم الحلوة يا أميراتي وأكيد اشتراكك في القناة لو أول مرة تشوفيني ما تنسيش السابسكرايب اكتبي لي كومنت عشان أرحب وجودك معانا في أحلى عيلة في الدنيا إن شاء الله في الفيديو الجاي تعالوا ندخل بقى في تفاصيل الفيديو على طول شايفين الستايل فلسطيني الحلو جدا جدا يا سيدة طبعا مكيمة في الخارج لكن بتحافظ لسه على بعض كده اللبس الفلسطيني والدكورات كمان العربية الجميلة حتى كمان برضو في التأديمات الحلوة بتاعتها اللي دايما بتبهرنا بيها كل مرة بأفكار مختلفة بعيدا عن العيون بعيدا عن الخرزات احنا تعودنا إن هي ليها كده ستايل هي بتحبه لكن أفكارها في الدكورات وخصوصا كمان كنا بنشوف أفكارها في رمضان كانت حلوة قوي بنقدر إن احنا نستفيد ولو بحاجات بسيطة قوي نقدر نحنا ننفذها بعيدا عن الحاجات اللي احنا شايفينها وممكن نكون مش حابنا ده هنا كمان حتى برضو في التأديمات بتاعتها فكرة العبارات اللي احنا ممكن نقدمها على التأديمات بتاعتنا على السفر أو في أي تأديم حاجات كل سنة وانتوا طيبين عيد سعيد عيد مبارك كل عام وانتوا بخير الحاجات دي بجد بتدي روح حلوة قوي حسنا نحنا عاملين حاجة سفيشيال كده للمناسبة فهي بدأت تورينا كمان حتى السفر بتاعتها التأديمات بتاعتها كمان برضو حتى في الحلويات هنبعد عن فكرة العيون لكن فكرة إن هي ممكن تحط حتى الستندات أو الدكورات البسيطة اللي مكتوب عليها العبارات دي الأطباء نفسها أو الكبيات أو الحاجات اللي احنا بنقدم فيها شوفنا ستايل رمضاني حلوة قوي بالعبارات الرمضانية كمان برضو العيد في بعض الحاجات اللي احنا ممكن نقدم فيها كمان تكون مرتبطة بالأعياد الصواني والأطباء والحاجات دي اللي بيبقى مكتوب عليها بعض العبارات الستند أو الشيالات اللي بتبقى كذا دور دي برضو بتبقى من الحاجات اللطيفة قوي في التأديمات بتاعتنا تقديم البسكوتات أو الشوكولت والحاجات دي برضو بيبقى شكلها حلم فيها فكرت بس ان هي تورينا كمان فكرة الستند اللي قدمت عليه التحلية أو الكيك وكمان فكرة اللي هي الصواني اللي حاملة زي الرفوف دي احنا ممكن نستخدمها على فكرة في التنظيمات كمان حتى بعيدا عن التأديمات دي لكن فكرة مختلفة بعض العبارات اللي بتبقى موجودة على الحاجات اللي بتفرق كمان في شكل التأديم بتاعنا ندخل بعد كده على جمال بقى البنوتات العراقية الجميلة بتأديماتهم كمان وتوزعاتهم للعيد اللي بدقوا كمان يشاركوا ممتهم كده في بعض التوزعات حلوة قوي التوزعات دي على فكرة للأطفال حتى لو انتوا بتقدموها حتى للأطفال اللي في الشارع وانتوا لما انتوا ماشيين أو خارجين في خارجات العيد توزع عليهم التوزعات الحلوة دي ممكن كمان وقت الصالة كمان يعني زي دلوقتي تبدأوا ان انتوا تجاهزوا مع أولادكم بعض أنواع الحلويات والشوكلة والبسكوتات ممكن تحطوا مبالغ مالية حتى لو بسيطة قوي ومش شرط ان احنا نعمل بقى يعني التوزيع نفسها العلبة يعني هي عاملة شوية حاجات للبنات على شكل البنوتات ويه كمان الأولاد على شكل العباية بتاعتهم وبتبدأ ان هي تحط الحاجات دي في الكرت الفلوس في الكرت وتحط معاها بعض من أنواع الشوكلتات والبسكوتات مش شرط ان احنا نعمل العلبة أو التوزيع ممكن حتى لو احنا نقدمها كده أو في كيس حتى صغير أو حاجة فكرة بس ان احنا نهادي ونفرح كده الأطفال دي بجد برضو من الحاجات السعيدة جدا اللي بنحاول كده ان احنا نعملها على قد ما بنقدر كمان برضو بعض الأفكار بتاعتها للديكورات لما بتبدأ بقى ان هي تعمل البخور فكرة أصلا مبخرة كمان بتاعتها شكلها حلوة قوي ممكن حتى تستخدمها كستاند كده أو ديكور بعيدة عن عمل البخور شكلها كمان مميز وبتبدأ ان هي تورينا بعض الثقافة بتاعت الشعب العراقي اللي كل حبيب أهل العراق برضو يكتبونا العادات والتقاليد كلكم بقى اكتبونا يعني الحاجات اللي انتو بتعملوها في الوقفة في حاجات معينة انتو بتعملوها بعيدا طبعا بعض التحضيرات في البيت بنحضر البسكوت والكحك وبرضو لو عندكم حلويات معينة بتعملوها تجهيز البيت من ترتيبه وتنظيمه شفنا يعني أفكار بقى تنظيمات خلال أيام اللي فاتت قد ايه كانت حماسية قوي عيساكم تكتبولي الأجواء اللي انتو عملتوها النهاردة في يوم الوقفة الحاجات اللي انتو نويين تعملوها بقى في العيد كده ان شاء الله يا ربي كده يهلوا عليكم وانتو في أفضل حال قلولي كل كده الحاجات الجميلة خلونا نغش من بعض ونستفيد من الأفكار الجميلة كمان بتاعتكم كمان برضو من الحاجات الأساسية في العيد طبعا أكيد بقى اللبس الجديد تجهيزنا بقى وتجهيز أولادنا وتجهيز البيت بالملابس الجديدة وكمان هي أهم حاجة عندها البخور اللي بتبخر بيه البيت واتبخر بيها كل أفراد الأسرة والأهم من ده كله طبعا أكيد العديات اللي أكيد بقى يعني هنبدأ إن احنا نخدها أو نوزعها كتبولي برضو في الكومنس بتدوا ولا بتاخدوا يا ربي كده دايما كل أيامنا فرحة فيه شوية عادات وتقاليد احنا بنعملها بتبقى بجد مفرحة جدا لنا احنا ككبار قبل الصغار فيارب كل أيامكم كده تكون كلها سعادة يا رب واللهما أمين شوف كمان أجواء سيدة جديدة أفكارها كمان حتى فيه التقديمات بتاعتها زي ما بقول لكم يعني مش شرط إن احنا بنقدم حتى حلويات أو بنقدم حاجات الكحك والبسكوت والحاجات دي كلها طول الوقت ممكن طريقة التقديم نفسها هي اللي بتفرق حتى لو حاجة بسيطة موجودة عندنا انتوا شايفين حتى يعني الصفرة بتاعتها قد ايه كانت مميزة بالاستندات المختلفة أو الأطباق المختلفة أو كمان برضو استقدمها للأطباق اللي مكتوبة عليها العبارات بتاعت العيد زي ما قلنا كده برضو كانت من الحاجات اللذيذة اللي مخلية شكل الصفرة بتاعها مبهج تعالي نشوف آخر حاجة كان فكرة كده حلوة شايفين التوزعات الجميلة الفكرة اللذيذة اللي هي عملتها ان هي طبعة ورق عادي مكتوبة عليه عيد مبارك أو عيد سعيد وبدأت ان هي عشان تخلي الورقة تكون جمدة شوية ان هي بتحط عليها اللذي السولوتيب عادي وبتبدأ ان هي تخلي الورقة بتاعتها قوية وتحطها على التوزعات وزي ما قلنا مش شرط العلب ومش شرط ان احنا نكلف نفسنا احنا ممكن بدل ما نحط التكلفة كلها في العلبة لان نحط التكلفة في المبالغ اللي احنا بنقدمها او ممكن في الحلويات اللي احنا بنقدمها الحاجة الاساسية اللي هي هتفرع الاطفال هنا كمان برضو وريتنا طريقة لذيذة قوي ليستاند تقدر ان انت تعمليه بكل سهولة من حاجات عندك في البيت هي بدأت تجيب عالب الشوكولاتة وتبدأ ان هي تعملهم زي دورين كده تقدم عليهم البسكوتات او التحليل ممكن برضو لو انتو مش عندكم الاستاند بتاع التقديم ممكن تعملوا من افكار زي دي اطباق مختلفة ممكن تحطي ما بينهم حتى كوباية او تحطي حاجة موجودة عندك وتلزق اللي اتنين مع بعض وتضيفي بعض الديكورات عليها من بره ممكن تخلي شكل التقديم بتاعك يكون احلى كمان اخر فكرة معاها فكرة ان هي بدأت تعمل ديكور رمضاني من الكرتون بدأت ان هي تقص كلمة عيد على الكرتون وتعملها من جوا فاضية كده وتحط جواها البلونات فكرة برضو لذيذة يعني لو انتو حابين تعملوا ديكورات كمان تكون مرتبطة بالعيد ممكن تاخدوا كمان شوية افكار من دي الفيديو كان ممكن نحن نعمله بدري حين كده شوية اللي هو بتاع الافكار اللي احنا بنعملها بادينا بس يلا قدينا اخدنا كمان فكرة ممكن نعملها بعدين العيد بقى العيد الاضحى لما يكون جاي ان شاء الله كده برضو ممكن ناخد شوية افكار ونعملها فاحنا شفنا اجواء مختلفة لسيدات مختلفة بافكار تقدمتهم الحاجة اللي مش هنقدر نعملها دلوقتي ممكن نعملها بعدين فقدينا بناخد افكار وثقافات مختلفة ده هنا كمان برضو شفنا كلمة عيد بقى بتاعة البالونات بدأت ان هي تعملها برا مع التربيزة الجميلة بالتحليات بتاعتها وزي ما قلنا اللذيذ ان احنا ممكن ندخل بعض افكار الاطباق او افكار الدكورات اللي مكتوبة عليها للحاجات الخاصة بالعيد هتضيف لمس الجمال اكتر للتقدمات بتاعتنا كمان لو متاحة هيبقى شكلها كمان افضل ده كده كان فيديو النهاردة يا اميراتي سيدات مختلفة اجواء عيد كده بسيطة كده وكلها بهجة وكلها فرح يا ربي كل ايامكم فرحة وسعادة اميراتي دعواتي دايما لكم انكم يرزقكم السعادة وراحة البال ويرزقكم دايما السحة والعافية وكل حاجة تتمنوها واكتر لانكم تستهل كل خير دايما دايما بتشجعوني بكل كل كلامكم الحال وفلازم يكون لكم نصيب من الدعوات اللي يا ربي كده يستجبها يا ربي وتكون من نصيبكم واشكركم جدا جدا لو وصلتم معايا لحد هنا من الفيديو يا ربي دايما كده عند حسن ظنكم استنى لايكاتكم وتعليقاتكم الجميلة يا اميراتي ويكتبولي بقى اجواء العيد عندكم هتكون عاملة ازاي نتقابل بكرة ان شاء الله مع اجواء بقى العيد مع السيدات كمان العربية الجميلة اللي دايما بتدينا كل اجواء الفرحة والسعادة استنى لايكاتكم وتعليقاتكم واشتراكك لو لسه ما نضمتيش لأحلى عيلة في الدنيا ما تنسيش السابسكرايب نتقابل بكرة على خير بفيديو جديد اجواء عيد جديدة ان شاء الله شوفكم على خير الفيديو الجاي وسلام